اعترفت شافي هيرنديز مدرب فريق برشلونة بانه من الصعب تقبل ما حدث في مباراة الامس امام ريال مدريد في كلاسيكو كأس ملك اسبانيا حيث خسر برشلونة باربعة اهداف دون رد امام ريال مدريد في اياب نصف نهائي كأس الملك على ملعب كامبنو وعلقت شافي في تصريحات نشرتها صحيفة ماركال اسبانية عقب المباراة حيث قال اعتقد ان الشوطى الاول كان يجب ان يكون لصالحنا بشدة فانها هزيمة من الصعب تقبلها لانها ثقيلة للغاية واضاف لقد عقبنا كثيرا بعد ثاني هدف فكان الامر يتعلق بالتفاصيل واعتقد اننا قدمنا شوطا اولا جيدا للغاية ولكننا لم نستغل ذلك ففي الشوط الاول كنا جيدين للغاية ولكن استفاد ريال مدريد من تسجيل الهدف الاول في الشوط الاول لكن هدف ريال مدريد الثاني هو الذي قتلنا وانه لامر مخزن وعليك ان تنتقد نفسك كما ان الشوطى الثاني كان سيئا منه ووصل لقد قلت عدة مرات بالنسبة لريال مدريد هو المرشح الاوفر حظا على الاطلاق فانه بطل دوري الابطال فهو فريق قوي واليوم شاهدنا ذلك واردف انا اعتقد اننا تنافسنا حتى النهاية فالنتيجة تبدو وكأن الامر لم يكن كذلك فكان لدينا فرص ولكننا لم نستغلها واوضح انه من المنطقي ان ينتهي الامر بالمشدات فانها مباراة كلاسيكو كما ان هناك شعور بالعجز وعدم التواجد في النهائي وعدم التنافس اشتركوا في القناة